السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بوهرات. النهاردة ان شاء الله هعمل معكم بلح الشام. وهقولك على كل الخطوات اللي تخلي معاكي اه ناجح جدا ومقرمش والنقشة فيه باينة كده زي ما انت شايفة. وكمان هقولك على طريقة اه سهل عليك نزول العجينة من الامع بتاع الحلواني دايما بنشتكي ان الامع بيتقطع او بتكون العجينة بتاعت بلح الشام آآ سميكة شوية وبتوقع دين احنا بنزل. هقولك على خطوة بسطة جدا انت اعمليها. هتريحك من الموضوع ده. وكمان هضيف مكون هيرياحك من راحة الزفارة بتاعت البيض في بلح الشام. وهقولك كمان على سر اللمعة الجميلة اللي انت شايفها في بلح الشام دي. دايما ما منجيب بلح الشام من بره بيمكن بلاقيه بيلمع كده. وعايزين نعرف السر في اللمعة دي. ان شاء الله هقولك على كل الحاجات دي في الفيديو. تابع معايا الفيديو للاخر عشان تشوفي كل الخطوات. نبدأ بالمكونات بتاعتنا معايا ربع كيلو من الدقيق ومعلقة كبيرة من دقيق السميد. حطتهم على بعض. ومعايا من تلاتة لاربع بيضات يكون آآ حجمهم صغير. ومعلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وربع معلقة صغيرة من راحة البرتقان. وهي وهو ده المكون بقى اللي حيرياحك من راحة الزفارة تماما. يعني مش هتحس باي زفارة خالص في بلح الشام. انا بدأت معايا ببطين بس لان البيت كان كبير جدا جدا عندي. فحبدأ ببطين واحتمال ازود كمان بيضة. هتشوفوا معايا في الفيديو. وبقيت المكونات معايا ربعمائة وخمسين ملي مية. وخمسة وعشرين جرام من الزبدة. ورشة من من الملح اللمون. ورشة من الملح العادي. ومعلاقة كبيرة من السكر. حطيتكن المكونات دي كده مع بعضها. حطيت المية والزبدة والسكر والملح وملح اللمون. واول ما يبدأوا يغلم. بتهدي النار تماما وتبدأي مباشرة تحطي الدقيق ومعلاقة السميد وبتفضلي تقليبي على نار هادية جدا لفترة ما تقلش عن خمس دقايق. انا اتطولي بالك عشان الدقيق بتاعنا يستوى ويطلع معاك بالح الشام نتيجته كويسة ويطلع معاك ناجح. بفضل اقلب بالشكل ده الحد ما بتكون معايا عجينة وتماسكة زي ما انت شايفها كده. وباخدها وبحطها في العجان. اه ممكن تستخدمي ايديكي او تستخدمي المضرب العادي. اه في كلتا الحالات ان شاء الله تكون معاك النتيجة مزبوطة. انا النهاردة هيستخدم معاكم العجان. بدأت استخدمت السلاح اللي هو اللي بيكون على شكل كاف. اه علشان السلك المضرب السلك ما ينفعش تقلبي بيه عجينة سميكة. وحطيت كمان معلقة النشا. وببدأ اقلب النشا مع العجينة في البداية لحد ما العجينة بتاعتي تهدى شوية وتبرد علشان ما ينفعش تحط البيض والعجينة بتاعتك سخنة. اه اللي نشا اندمج كده مع العجينة وبدأت حطيت البيض بيضة بيضة. زي ما قلتلك البيضة عندي كان حجمه كبير جدا. نزلت في البداية ببطين حطيت البيضة الاولانية وضربت لحد ما العجينة بتاعتي اندمجت مع بعضها في البداية كده بالعجينة بتاعتك بتقطع وبتحس ان هي بوزت لكن ما تقلقيش. بعد كده بتتزبط. واول ما البيض بتاعك بيختفي بتبداي تحط البيضة التانية والتالتة وهكزا. لحد ما توصلي للقوام اللي انت شايفته في الفيديو ده العجينة بتكون طرية. وملساء زي ما انت شايفها في الفيديو. نجي بقى للامع بتاعنا. الامع بتاع بلح الشام. اه الفورمة اللي انت شايفها دي. اللي بتعمل بها البتفور. لو انت حسيتي ان الفورمة بتاعتك اه ديقة شوية او الفتحة بتاعتها صغيرة ممكن توسعها زي ما انت شفت كده في الفيديو. بحط عندي اللي هو الكورني اللي هو الاستلس. بدخله كده في الفورمة وبتضغط عليه بشويش بيتفتح معاك وبيوسع شوية. ولو انت حبيت تضيقية برضو بتضغطي على السنون اللي فوق كده بتضيقها شوية. نيجي بقى للتكة الجميلة اللي هتخلي معاك العجينة بتاعت برح الشام تنزل بكل سهولة من الكيس بتاعي الحلواني. انا بستخدم الكيس البلاستيك وبستخدم كمان الكيس القماش. اه استخدمت الاول الكيس البلاستيك وحطيت فيه اه نص معلقة كده صغير نص معلقة من الزيت وبتضلي تدعاكها كده في القمع اه في الكيس الحلواني علشان اه تخلي العجينة بتاعتك تنزل بسهولة. كمان الكيس الحلواني البلاستيك بحطه اه جوة الكيس القماش علشان اقدر اتحكم بسهولة وفي نفس الوقت الكيس بتاعي القماش ما يحصل لوش حاجة ويفضل النظيف لان بالح الشام بيكون في زيوت وبيض فبيتبقع وبتجي تخسلي ما بينضفش بسهولة. وكمان لو حطت الكسين مع بعض بيسهل عليك ان انتي تضغطي على بالح الشام وبينزل معاك بسهولة. اه بدأت حطت العجنة بتاعتي في الكس الحلواني وبحط كمية كافية من الزيت. انا حطت تقريبا ازاستين من الزيت وحلة كبيرة علشان احط المقدار كل مرة واحدة. اه وببدأ اقطع بالح الشام زي ما انت شايف فكده نازل بكل سهولة من القمع بتاعي. وبتخلي ايدك خط مستقيم وانت بتقطعي وبتنزلي المقص بتاعك في الزيت يا دوب تبلي السن بتاعه بالزيت وتقطعي آآ بلح الشام علشان ما يلزقش فيه. ما شاء الله بينزل منتظم وجميل. وطبعا الزيت بتاعنا بيكون بارد. وبتقطعي كل الكمية آآ مرة واحدة ما تقلقيش مش هيلزق في بعض ولا حاجة. آآ وبعد كده بترفعي الحلة بتاعتك على النار. على النار تكون متوسطة. وما تقلبيش خالص غير لما البلح الشام بتاعك يبدأ يطفو كده على على الزيت. آآ وتبدأي برضو تقلبي بشويش بخفة كده بمعلقة يا دوب بس تتحركي بلح الشام في الزيت. علشان النقشة بتاعته ما تتغيرش والبلح الشام يفضل منتظم زي ما انت شايفة كده. طبعا كل ده على نار متوسطة ما بتعليش النار خالص عشان بلح الشام ما يتواش ويتحرق وهو لسه ناية من جون. بتبدأي بقى تقلبي على نار متوسطة. آآ اول ما بيبدأ ياخد لون ما بتسيبش بقى التقليب تفضل يتقلبي باستمرار لحد ما ياخد معاك اللون الدهب الجميل اللي انت شايفه ده. وبعد كده بتطلعيه آآ من الزيت وبتنزليه على طول في شربات تقيل بارد. الشربات بتاعنا بيكون آآ عبارة عن كيلو سكر. عليه نص نص كيلو مية او نص لتر مية. وعصير لمونة. هو معلقة كبيرة من عصر الجلوكوز. وبتسيبهم يغلوا لمدة آآ خمس دقايق من بداية الغليان. آآ بحيث ان الشربات بتاعك يكون سميك زي ما انت شايفة في الفيديو كده. وهو ده سر اللمعة بتاعتنا في بلح الشام. لو انت خففتي الشربات بتاعك البلح الشام هتاول ما تنزليه في الشربات هيطره. ومش هيبقى فيه لمعة ولا حاجة. لكن لما يكون الشربات بتاعك تقيل بتنزليه بلح الشام في الشربات بيمتص آآ كمية بسيطة. وفي نفس الوقت بياخد اللمعة الجميلة اللي انت شايفها في الفيديو ده. هسماعي كمان صوت الارمشة. ما شاء الله. البلح الشام بتاعنا مقرمش وجميل من برة. وكمان هش وانفرغ من جوة زي ما انت شايفة كده في الفيديو. شايفين ما شاء الله سيكون جميل جدا. ونوفيش راحة زبطرة خالص في البلح الشام ومقرمش. والارمشة ممكن انت لو انت عايزة تزودي الارمشة في بلح الشام بتسيبيه كمان شوية على نار هادية بتهدي النار وتفضل يتقلبي لحد ما بتوصلي للارمشة اللي انت عايزها. ان شاء الله هتكون استفدتم آآ من الفيديو النهاردة. آآ واسبكم في امان الله. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.